اعتمدت الشركة الصعودية للكهرباء اصدار الفاتورة الالكترونية بدلا من الفاتورة الورقية ومن المقرر اصدار الفواتير الالكترونية يوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي لجميع المشتركين يأتي ذلك تطبيقا لما اعلنته هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج مطلع العام الجاري بشأن تصحيح يسار منتجات الطاقة بشكل تدريجي وتعديل التعريفة الكهربائية بدءا من الاول من يناير من عام 2018 واضحت الهيئة ان هذه الخطوة تهدف الى رفع الكفاءة الاقتصادية ومساهمة القطاعات غير النفطية كمحرك تنموي اقتصادي المستدام وترشيد استهلاك الموارد الطبيعي واستدامتها للاجيال القادمة كما اشارت الهيئة الى ان تعديل تعريفة الكهرباء يهدف الى رفع كفاءة الدعم الحكومي عبر تعظيم الاستفادة منه ويعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين من خلال برنامج حساب المواطن